أعلنت شركة أمبريل بريطانية للأمن البحري عن تلقيها تقرير عن حدث أمني بحري في منطقة باب المندب البحر الأحمر دون الخوض في التفاصيل وأنصحت أفراد الأطقم بتقليل التحركات على أسطح السفن إلى الحد الأدنى وبضرورة أن يكون الطاقم الأساسي فقط في غرفة القيادة في سياق المتصل كان قائد الحرث الثوري الإيراني حسين سلامي قال إن بلاده أمام معركة شاملة مع من وصفهم بالعدو وفق وكالة تسليم الإيرانية واعتبر خلال استعراض سفينة جديدة تابعة للحرث الثوري أن على إيران تأمين خطوط الملاحة وتم تزويد بحرية الحرث الثوري الإيراني بالصواريخ والسفن في سياق المتصل أكد وزير المالية البريطاني جيرمي هانج أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر قد يكون لها تأثير على الاقتصاد البريطاني بسبب زيادة الأسعار وردا على سؤال حول ما إذا كانت هجمات جماعة الحوث اليمنية المتحالفة مع إيران يمكن أن تعني ارتفاع الأسعار في بريطانيا لم يستبع تاند أن يكون لها تأثير في سياق متصل أيضا قالت مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي زرعت متفجرات أسفل السفينة المختطفة جالكسي ليدر خوفا من استعادتها بالقوة من قبل القوات الدولية الموجودة في البحر الأحمر ونسبت مواقع إعلامية يمنية إلى مصادر قولها إن الحوثيين زرعوا كميات كبيرة من مادة سي فور شديدة لانفجار أسفل السفينة المختطفة وأضافت المصادر أن زراعة المتفجرات جاءت بعد تزايد المخاوف الحوثية من استعادة السفن المختطفة أو السفينة المختطفة جالكسي ليدر بالقوة وأكدت المصادر أنه تم ربط المتفجرات عبر شبكات لاسلكية تم إصلاحها من قبل خبراء في المتفجرات تم تدريبهم خارج اليمن وسط مخاوفة من انفجار السفينة شكرا